لكن يجي كمان إبليس من حيث لا نتوقع يجي من ناحية نقط القوة من ناحية أنا أقدر أنا عندي يقول الكتاب كده هو منتهى الوضوح في سفر الأمثال أصحى 16 عدد 18 يقول أنه قبل الكسر الكبرياء فيجي ديني إحساس بالاعتماد على نفسي فلا أتواضع ولا إنكسر لأن يقاوم الله المستكبرين وأم المتواضعين فأتيهم نعمة فألاقي نفسي منفصل عن الله ويجي إبليس يحربني أيضا كمان يجي وقت التعب والإجهاد لما كنت تعبان جدا نفسيا أو تعبان جسمانيا بقضي ساعات طويلة في الشغل بتاعي تضعف المقاومة لأنه عارف أن أنا مش قادر أسهر روحيا ضع إراءة الكتاب في النص وضع وقت اللي أقدر أفهم فيه كل ما طالله لأن أنا مجهد وتعبان فييجي إبليس يهاجمني في وقت التعب كانوا التلاميذ في وقت تسليم المسيح في البستان كانوا نيام كانوا نيام صحي فلا افتكروا كلام المسيح ولا كانوا صهرانين علشان يعطدوه جسديا بالتشجيع لكنه كانوا نيام وقت الضعف إبليس ييجي وقت التعب والإجهاد لكن زي ما قلت من شوية أنه لما تبعد عن الكنيسة ينفرد بيك إبليس وأنا عايز أقول حاجة مهمة أنا أقول للمستمع من فضلك ما تبعدش عن الكنيسة إن كنت في وسط إخواتك مؤمنين من فضلك ما فيش ولا سبب يخليك تبعد عن الكنيسة ده الجسد المسيح وليس جسد إنسان ده الجسد المسيح ارتبط بجسد المسيح لو بعدت عن الكنيسة لو خدت فحماية من وسط الفحم هي اللي هتطفي وباقي الفحمة هيفضل زي ما هو مولع ترجمة نانسي قنقر